اصعب حاجة في موضوع النصيحة ان الشخص اللي بينصحنا بتكون نصحته على مقاس تفكيره او طبعه او ظروفه هو مش احنا وطبعنا وظروفنا وعشان كده ممكن جدا ان اللي يناسبه حل ما يلفعش مع حدتين ساعة فيش حاجة اسمها صح طول الوقت او غلط طول الوقت الصح والغلط نسبي دي اصعب حاجة في حكايتك يا مادم بسمة يعني مثلا اكيد الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي واحدة ستة مثلا ممكن تقولك ايه انت ازاي سكتة ومستحملة ازاي مستحملة حاجة زي دي بعد سنين عمرك اللي بتروح كده لانه طبعها حامي طول عمرها جديدة واخد علانية تاخد حقها بالخناء والزعيق طريقتها وطبعها وارد جدا واحد تانية تقول انا لو مكنك يا بسمة كنت هقرب من جوزي وطب طبع ليه مش اسمح لارمالة اخوه ان هي تكسب وتنتصر علي او تاخده مني وتاخده على الجهز كده بعد كل السنين دي لانه هي هادية عصبها هادية عندها قدرة ان هي تتحكم في عصبها او في غضبها او في انفعلتها بس في الاخر اللي بيقول النصيحة من بعيد غير اللي جوه المشكلة طبعا اللي بيتفرج من بره على المسرح مش زي اللي جوه بيمثل عشان كده محتاجينك بقى تعادي ايه تفكري بصوت عالي كده احنا هنفكر معاك شوي هنسيبك انتي لتقرري انا عمري ما هقرر مكان حد بس فيه نقطة كده وهي اهم نقطة عايزين نلفت نظرك ليه انتي وكل اللي عندهم مشكلة شبه مشكلتك سواء بقى كان جوزها مثلا بيحب ارمالة اخوها او بيحب واحدة تانية في المطلق يعني الرجالات حب كتير اوي معروفين يعني ممكن يكون مثلا دخل في قصة حب على كبر ومتمسك بيها اوي اصوه بيقولك انه الطفل لأ مشيها انه الراجل مشيها انه الطفل والله العظيم بيقولك انه الراجل عبارة عن طفل كبير ابيك بيبي ده حقيقي ما بيعترفش ان هو كبر لأ لأ طول الوقت بيبعايز ايه تدلعيه تحتويه تحبيه انا مش قاضي ان انا اقول غلط عليك او زي ما هي قالتلك شوفي انتي مش مهتمية بيه في ايه او قسرتي في نفسك في ايه مش زنبي ان انا احلى منك حاجة جميلة قوي لأ طبعا العيب مش عليك واحنا مش عايشين معاكم عشان نعرف التفاصيل اللي بينه السطور او حضرتك عملتي ايه وتعبتي في ايه او ايه تقداري تعمليه وايه ما تقداريش تعمليه احنا بنفكر معاك بصوت عالي زي ما قولنا النقطة التانية بقى اللي عايزين نتكلم فيها حضرتك وكل واحدة بتسمعنا او بتفرج علينا انو بيتك هو بيتك مملكتك حتى لو كان بفلوس جوزك ده بيتك انت اللي بتطلع انا بافضل في البيت لازم اي وضع غلط نحط له حد من الاول حد واضح ليزعل يزعل في حاجات اصلا ما ينفعش معاها ان احنا نستنى حد يتصرف بدلنا لازم احنا اللي نتصرف لكن بما ان خلاص بقى حصل اللي حصل فخليني اقولك تي لسه بتحبي جوزك اوي يا مادم باسم مش قادرة تسيبيه وزي ما قولنا هنا في البرنامج كتير انو فعلا طريق المأزون اقرب من ان انا بعت رسالة او طريق البرنامج لو كاني ايه تكناتي تسيبيه كنت يسبتيه خلاص لو انا بتكلم صح يبقى ما تقوميش وتحاربي وتعود تقولي لا اه في المواقف اللي زي دي لانه خلاص ده ممكن يعمل ايه نتيجة عكسية حاولي معهم بالحب بالاخلاص معاملة حلوة بانك تدخلي ولادك مش عشان يتخنقوا مع باباهم لا عشان يفكروا ويحننوا قلبه سيبي الباي باعلى ربنا سبحانه وتعالى وكي لي امرك ليس لها من دون اللي هيكشفة ارضي باللي ربنا هيحكم بيه هو اعظم حد يدبر لك الامر ده وبأحلى مما كنتي تتخيلي سمعتي معانا نصايح ريهام الهواري في الفقرة اللي فاتت هستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملتي ايه واستنى من كل اللي تفرجوا علينا مش اقولكو حطوا نفسكو مكان مادام بسمة لانه ممكن يبقى فيه كتير مادام بسمة بسكتين ومش عايزين يتكلموا ومش عايزين يحرجوا الزوج الجميل المخلص او عائلته اللي شايفهو سكتة اشتركوا في القناة